اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكرا النهاردة مع إيهاب صالح كل يوم اتنين واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي نجوم أفقام على كيفك باريم أنا وش القفص كتر دي يا بابا بص لأ ممكن تكون مش منطقتك أنا هبقى صريحة شوية ليه؟ علشان أنا حسيت أنه الأولانين تربو وأسرار النجوم أنت تقريبا قلتهم زي بعض الساعة 8 تمانية دي بتطلع بطريقة أنت معرفتش تلون في صوتك أوي وده مش غلط على فكرة أنا في الفويس أوفر مش موجودة يعني أعتقد يعني ما جربتش أو ما لعبتهاش يعني كريشندو ممكن تكون عجبني فيك أن أنت روحت لطبقة تانية من صوتك بس كان نفسي أن الأداء يكون ألطف أو أحسن علشان يعني أنت استخدمت حتة صحة في الصوت أو حتة مختلفة عن الاتنين التانين بس الأداء برضو ما تتنيش أحسن نتيجة كان نفسي أن ده أقولك كان هو ده الفول مارك في الأربعة يعني بكرة النهار ده أنا تخضيت بكرة دي تلعب بكرة تخضيت فحسيت أن أنت عايز تدي الباور بتاعت البوب يعني في الموضوع بس ما زبطتش فأنا مش حاسة أنه أنه في الفويس أوفر ممكن أقول أن حازم كان أشطر حاجة بس اللي جاي بقى نروان أوكي طيب هو يعني تيربو وأسرار النجوم وبكرة النهار ده هم نفس الحاجة هو نفس التون انت وقعت في نفس الخطأ اللي وقعه فيه كل الناس انت وطيت صوتك الأداء اختلافه مش أن أنا عالي صوتي وأوطي صوتي الأداء أن أنا أتكلم طبقة اللي أنت بتتكلم منها مش طبقتك وهتتعبك على المدى الطويل أنت بتستخدم البيزل في صوتك وده متعب قوي ده مش صح هيجرح لك صوتك على المدى الطويل لو أنت مش متعود عليه أنت دلوقتي بتتكي عليه وده تمام مفروش مشكلة بس هو مش طبقتك فهيتعبك وفي حاجات مش هتعرف تجيبها بالتون ده البيزل اللي أنت استدعيته من صوتك ده كريشندو معقول بس كريشندو أنت وطيت صوتك الكريشندو أو مثلا أنا والنجوم وهواك الأداء فيهم مختلف مش بنوطي صوتنا الحتة اللي لقلتها مريم في بكرة هو أنت استدعيت الطاقة بس طلعت أعلى من اللازم معرف أنت طلعت على الثالث ما طلعتش على الأول فأنت المطور جامد آه بس النصف طلع على الأول فأنت عليت صوتك بكرة لأ مش كده فهذا وجهت نظري بوسيح حزم أنت فاهم المفروض أنت عندك يعني لو كتبنا على الورق المفروض يتعامل إزاي أنت مذاكر كويس المفروض يتعامل إزاي بس لما جيت تطبقه وفي حاجات وقعت منك هقولك هبتدي بكريشندو كريشندو أنت نزلت طبقة صوتك بقت محشرجة كلها يعني هي ما كنتش أنت في الأول أول ما قلت كريشندو مع الدكتور راشد أمون كان تمام بكده كل يوم سابت فهي بقت صوتك نفسه الطبقة التحت اللي أنت عايز توصل لها كانت بحة مش صوت فهي مقصد إيه نزلته قوي فكان صعد يعني خصوصا لما وصلت للساعة 11 بالليل فهي مقصد هو كان صوتك راح خلاص أنت نزلت تحت قوي صوتك راح انا أكتر واحد عجبني كان تيربو اديته كده اللي هو احساس المغامرة أكتر ودي حستها فتيربو أنا بالنسبة لي كان تمام بس أسرار النجوم وبكرة النهاردة أنا مع مريم ومع مروان تماما في اللي هم قالوا على الاتنين بروموس دول ماشي يعني أنا بالنسبة لي تيربو تمام كريشندو توطت بزيادة عن صوتك صوتك ماستحملش باقي يعني استحمل أول كم كلمة ورح وقع منك في الباقي ما فيش مشكلة اللي قالتو مريم على فكرة صح أنا سوري أنا ياسف حديكي تلات سويني تلات اللي قالتو مريم صح الفي او مش علامة على المزيع الجيد لقطة كلها في البرنامج دي ميزة قد تتميز بها وقد لا تتميز يعني عايزة أقولك وإحنا بنسجل بروموهاتنا إحنا شخصيا لأ مهندس الصوت لأنه مهندسين الصوت كمان هنا في نجومة في أم فنانين في نفسهم لأ مريم عندك أحسن لأ بصي عايزك بس تتكيلي على دي علشان هحطلك هنا حتة الميوزيك الفلانية فمش مش مش غلط خالص هي ممكن ما تكونش جد دلوقتي ممكن ما أنا عايزة بقى عشان أنا عملت كده المرة اللي فاتت أنا بحب أن بعد ما نكون اتكلمنا إحنا التلاتة وإنت مركز في الكلام اللي إحنا قلناه لو نجرب منك حاجة واحدة تاني تقولها لنا فممكن تغير نظرتنا للفي او اللي إنت قلته يعني شوف أقرب واحد لك إيه في البروموس دي واختاره وقوله تاني بتاريقتك بعد وتاريبا هيبقى تربه علشان هو ده في أول يلا لا أنا مش هشغل مش هشغل المزيكة من عالي آآ آآ لا عايزين نسمع صوتك يعني ممكن نوطي البدو وتقوله براي آآ آآ لا إحنا عايزين نسمع سيبك المزيكة خالص إنت لما هتسجل في او يعني في أبوا بيت الوقت مش هشغلت في مزيكة آآ 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 أنا قولي لي أقوله لأني اللي إنت حسه مناسب لي تحب أنت تختري له البروموس اللي إنت عايزة تشوفي نسبة الاستعاب للي إحنا قلناه تربه تربه خليه هو أحسن بتهيق يعني اللي إنت عايزه يلا يلا بينا عاجب أه هفوطيلك يا سيدي المزيكة خالص تربه مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة تمانية للساعة عشر مساء على النجومة في أم ونجومة في أم تيفي نجومة في أم على كيفك أنت حاسس إيه؟ أحسن أنت حاسسين إيه؟ زي اللي فات أنا كده كده تربو كان عاجب لا أنا حسن طبعا لو عدت بين ألس زي من الساعة تمانية للساعة عشر كان فيها أداء فلات في المرة الأولانية المرة دي نوع في صوته الحتة الأخرانية بس على إليه نجومة في أم على كيفك دي اللي يمكن إيه راحت في شبه اللي فات بس إنت قلت الأداء بتاع الجملتين مختلفين أنا مش قصدي أدافع أو حاجة والله خلص بس هو فعلا خصوصا في الفي أو يعني قليل قوي اللي بتيجي من أول تيك خلاص تمام مية مية كم من صح كلامك صح وإحنا بالرعي ده وبنقدر ده بس ديني ملمح أمسك فيه إحنا عايزين نساعد مش عايزين إحنا مش جايين ننتقد بالزبط الصوت نفسه فيه خامة كويسة بس إنت تتكيت عليه قوي إنت استدقيت البيزل بس والله يا مروان الثانية دي كويسة بس أنا تحس إن هو مش قصدي ووالله برضو قول قول بطبيعة البرنامج لازم يتقلم لا مش بنوطي صوتنا إنت وطيت صوتك إنت مش سامع نفسك فرج على الحلقة عشان تفهم فرج وإنت قاعد مش هتسمعها بس أما تفرج على الحلقة إنت وطيت صوتك إنت عملت قبل كده اه يعني أه عملت أنا عمري ما عملت أنا عايزة جرب في آخر الحلقة لو في وقت أنا عايزة عايزة أفضحني كده في آه والله أنا أصلاً ما عملتش بيه أو يعني بنسجل البرومو بالجلزاق كده فعلاً يلاً آه آه أنت بتجاوزي حزب؟ أيوه مين كم الستات اللي عمالت أبعت لك دي؟ إيه ده؟ أتوحشنا ما دلزفني شي أصلاً عايزة قول شوية أساني مرون ولا لا خلاص بقى هي هتعرف منه لما روع ادينوا رسالية كده؟ قولوا حاجة كده تتعرفش الراجل كده تخليه ثقة لا أهم كلهم بعتين هاشتاج مثلاً قمدك نوها صلاح مثلاً أيوه بعتها ايه نوها؟ هاشتاج حازم المصري آه تقدك كده فوت آه آه كلها فوت آه مثلاً آه صوت روعة آه بسي جامد يا حازم لا تمام سلم عشوات جمعي آه آه تبسا